ازايكم? انا عارفة ان في ناس ازا اجت من الخلفية ديت بس قلت بما ان الكورابة جاطعة اتكلم معاكم. اه في ناس بتسألني اسئلة كتيرة فقلت بالمرة اتكلم معاكم بما ان ايه مش عارفة صور الفيديو بتاع الفيونك ديت مش عارفة مالها الفيونك ديت. اتكلم معاكم بجا عن اه تكبير الجروب او او الصفحة عموما. بس الصفحة غير الجروب خلينا خلينا ايه اه صراح صراس catastrophic الصفحة غير الجروب طول ما انتي عاملا صفحة اللي هي بيجي على الفيسبوك. الفيسبوك هيطلب منك ان انتي تعملي اه تعملي اه اعلان ليها كل فترة. هيجلك اعملي اعلان ليها. اه معلش ممكن تعملي طرويج للمنشور. علشان المنشور بتاعك مش راضي يوصل للناس. وهكزا. بسطاتك. ايام الترويج هتكون متين لايك على البوست مثلا عاملة ترويج للبوست ده هو البوست ده هيجيب 200 لايك او 500 وهيجيلك متابعات وكل حاجة هلو هتجي تنزل البوست ده هو تاني مش هيجيب لايكات وهتلاقي الجروب بتاعك او الصفحة بتاعتك نامت تاني وهتلاقي المعدلات اللي الفيس عاملها لك نزلت تاني فدلوقتي المقصد ان انا ناخد بالي ان الصفحة عايزة فلوس لو هعمل بيج على الفيسبوك الموضوع ده عايز فلوس وترويجه فناخد بالنا ان الصفحة غير الجروب تماما في ناس ناس نصحة بعد ما احنا عملنا الناس دي عاملة ان الصفحة بتاعتها اللي هو الاكاونت بتاعها نفسه هو ده اللي بتبيع من خلاله ودي بجا ناس بصراحة 100 احسن ناس واجدع ناس ليه بجا هي بتنزل الصلف اسمه علشي مش هيقدر يراجب كل الاكاونتات اللي في العالم مش هيقدر يعرف ان الاكاونت داته جاري ما فيش حد اصلا بيعمل اكاونتات تجاري كتير غير المصريين هما اللي اخترعوا الكلام ده انا مثلا عاملة اكاونت باسم توك اطفال الاكاونت اسمه كده الاكاونت مش الجروب ولا الصفحة عاملة اسم توك اطفال وحطت صورة التوك بتاعتي وخليت الاكاونت ده اي حد يعمل اضافة لي وانا اجبال الامهات او المامز او البنات يدخلوا يشوفوا الاتوك يبقى خليت الصفحة بتاعتي ديت او الاكاونت بتاعي ده هو المكان اللي انا ببيع فيه دي نقطة اول حاجة يقول لنا البيج والبيج ده مشروع مش كويس جوي ليه الصفحة ببيعش تعملي صفحة على الفيسبوك لازم يبقى معك فلوس كل فترة هتعملي ترويج للمنشور ترويج للمنشور في المحيط بتاعك شوف بقى هتتفاعي 20 جنيه في اليوم هتتفاعي 10 جنيه في اليوم انتي بقى وايه وحظك نقطة اللي بعد كده هي الاكاونت الاكاونت نفسه يكون تجاري تمام ده بقى احسن حاجة واشطر حاجة ومش بتعاني كل الامر ان انتي بس بتحتاج انك تضيفي صحابك وتنشوري برضو ان الاكاونت ده الاكاونت ده لبيعك تواك الهند ميت يبا احنا دلوقتي بقى نقطة انا ما عملتهاش قبل كده صراحة ما جربتهاش ان الاكاونت بتاعي ده اللي هو الاحب المصري على الفيسب لسه جديد عاملاه برضو عشان يكون خاص بالتواك وكده بس مش بعرض عليه شغلي انا كل عرض شغلي بيكون على الجروب حتى الصفحة اهملتها ومعودتش بعرض عليها شغلي فبالتالي كل الشغل اللي بعرضه على الجروب خلينا اتكلم عن الاكاونت واعرفكم ازاي تنشروه برضو بالمرة هي نفس طريقة نشر الجروب او الصفحة ان احنا هندخل على جروب البلد بتاعنا سواء جروب حاريمي او جروب بتاع عام عادي في حاريم ورجالة في جروبات بيقولك ladies only او مثلا مامز المركز اللي انت فيه مسلا نفترض مسلا شي بينكم مامز شي بينكم فبدخل الاكاونت الجروب ده وبعرض فيه المنتجات بتاعتي ببدأ انزل بوست او باول الناس تبدأ تعرف عارف حتى اللي شاف البوست وماهتمش عارف ان حتى اسم الاكاونت ده او الجروب ده عنده توق عارفة لو مشتراش مرة هيدور عليكي هيعمل سيرش ودور عليكي هيعمل سيرش ويسأل هينزل بوست يسأل يا جماعة عملي بيعمل توق هندماد فلسفة الهندماد بدأت لما بدأنا نعرضه شغلنا والناس بدأت تعرف يعني هندماد الناس بدأت تعرف ان فيه ناس بتفصل توك هندماد فبالتالي فكرة ان احنا ننزل المنتج على الجروبات مش هتزعل بالعكس ده حاجة كويسة جدا اول نقطة قلنا ان احنا بنعرض على الجروب فيه منشور احنا بنزل بوست او منشور على الفيس على جروبات البلد دي نقطة تاني نقطة باجا اللي انا كنت بعملها هي غريبة شوية بس اي بوست بيتكلم عن الاطفال في بجراحة كاتبة كومنت شغلة هندماد او توك هندماد للاطفال واجم عرضة يعني مثلا بتسأل عن طفلة عندها سنة مشكلة يعني مثلا بتسأل عن تغذية طفلة عندها سنة يا دمعة مثلا عندي بنت مش بتاكل او كده اجراحة مثلا منزلة توك بدعة صحيح ممكن حد يشوف الكومنت يزهج منه بس واحد بيسترزك طول ما شغلي حير ومحدش هيقدر يتكلم كلمة اروح مثلا عرضة شغل التوكة دي مثلا بتاعيك عمري سنة اروح عرضة توكة ده هي في الكومنتات واكتب ان دي توك اطفال عمري سنة او هي مثلا بتسأل يا جماعة هلاجي ملابس اطفال عمري سنة او موليد فان اروح واخدت توكة دي بتاعيك موليد اروح واخدتها حطا في الكومنتات وكتب ايه توكة اطفال عمري موليد او وسع على الراس طرية ما بتعملش حززان في الراس سورتيت عريض انتوا عارفين شغلي طبعا وفيه شغلي مختلف ملكوش ضعوة بالخلفية دي شغلي عريض توكة عريضة للاطفال مش عارف كلا بيش حاجات زي كده انت شغالة ايه في ايه وعرضي دي الكومنتات بصت مثلا بيتكلم عن واحدة مثلا منزلة بتقول ممكن تعرضوا شغلكم او ممكن تعرضوا صفحتكم او انتوا كتبولنا بتبيعوا ايه كل واحد ينزل بالجروب بتاعه فترة الاعلانات البصتات اللي زي دي مالية الفيس البصتات اللي زي دي مالية الفيس على الجروبات بتاعتكم وعلى جروبات المركز وعلى جروبات المامز وجروبات يعني بص الجروبات مالية الدنيا تجرحها بجأة منزلة او مثلا انت عاملة بوست معين كده ليكي مزبطة او مجمعة كام صورة مع بعض كصورة مجمعة فيها كذا نوع توكة تجرحها عرضة توكة عرضة الصورة ديت وعرضة معاها الكومنت بتاعك اللي انت مثلا مجاهزة احلى اسعار باجمل توك توك متفصلة لبنوتك مش هتلاقي توك زيها في اي حتة اجمل توك حس ان انا بتكلم في مايك اجمل توك تفصيل تكفيل كويس بصوا انا والله العظمة تبهدلت عشان اخلي الجروب بتاعي يكبر انا مسيش بصت تجريبا غير ونزلتي في الجروب بتاعي ما فكروش ان انا كنت جاعدة حط رجل على رجل وجاعدة يعني كده وجروبي كبر فجأة لا انا زي زيكو والله العظمة كحرات تعلمتي كتير والله واحدة كانت طلبة مني اردر ورجعته لي من خيب تخدتوا منها مفروض ما فيش ترجاع في الهند ميد اتعلمتي كتير بصراحة وهقول لكم برضو خبرتي في القناة انو بجالي فترة بتشتغل الحمد لله ايه وببيعي انا مش مجرد اني انا ما ينفعش اواريكو المنتج ده وقول لكم الله عملوه ونفزوه وهو ما اتبعش معايا فهمين جزدي يا ما ينفعش اعمل منتج وعرضه على القناة بتاعتي وقول لكم عملوه هو اصلا ما اتبعش معايا طب ليه اصلا مضحك عليكم لا ما عليش انا هعمل لكم المنتجات الاكسر مبيعا المنتجات الاجمل والاكسر مبيعا والارخص دي ما قلتلكو خامتها بسيطة تمام فالنقطة الاولينية قلنا ان احنا نعمل منشور النقطة التانية ان احنا نعرض ان نعمل كومنتات كتير في كذا مكان النقطة التالتة باجا ان احنا هي بصراحة النقطة دي ما عادتش موجودة جوا عند الناس حتة ان انا اعمل بسطة عند صاحبتي اللي عندها جروب بتبيع صاحبتي بتبيع اكل او بتبيع منتجات اجبان منتجات مجمدة كلام من ده